تتسابق العملات التابعة لمحور إيران في الانهيار حتى وصلت إلى درجة يحتاج فيها شراء الخبز إلى وزنه من الأموال الريال الإيراني والليرتان السورية واللبنانية في لبنان أثر انهيار العملة بشكل واضح على القدرة الشرائية للسكان حيث أن أكثر المواد الغذائية والصناعية مستوردة بالدولار الأمريكي بعد الحرب الأهلية ظلت الليرة اللبنانية محافظة على قيمتها أمام الدولار الذي يعادل الواحد منه 1500 ليرة لبنانية ومنذ عام 2019 وبدء أزمة الحكومة انطلق ماراثون الانحضار للليرة اللبنانية ووصلت اليوم إلى 10 ألاف مقابل الدولار الواحد لتسجل انهيارا بمعدل سبعة أضعاف في ظرف سنتين السبب الملحوظ لهذا الانهيار هو التعثر السياسي وتداعيات الانهيار الاقتصادي في الدول المرتبطة بلبنان مثل سوريا والعراق ويبقى السبب العميق الخفي هو تغول ميليشيا حزب الله في لبنان وازدياد التوتر الأمني وربط مصير البلاد مع مصير إيران استشعر اللبنانيون مرارة الانهيار الاقتصادي وأدركوا أسبابه فانفجرت التظاهرات صاخبة ضد القوى السياسية التي وضعت البلاد في وجه العاصفة المقبلة على إيران وبشكل ملحوظ ارتفعت نسبة الفقر في لبنان وانخفض مرتب الموظف شهريا إلى أقل من 70 دولارا تزامنا مع غلاء فاحش في الأسعار كما أن وجه لبنان السياحي بدأ يفقد ورونقه مع التوتر الأمني ودخول البلاد في دوامة الاضطراب الإقليمي بعد أن أفشل حزب الله وممثلوه السياسيون مبدأ الحياد الإيجابي من قضايا المنطقة يتوقع مراقبون أن الانهيار الاقتصادي في لبنان لن يتوقف عند حد معين وينذر بكارثة إنسانية تنحدر إلى مستوى المجاعة ولا يمكن تدارك هذا الانهيار إلا بحل جذري على المستوى السياسي والأمني قبل الاقتصادي